روضة الفرقان مؤسسة تعليم قرآنية تتوسط أحد أرقى أحياء العاصمة التونسية أصبحت مهددة بالغلق بعد قرار وزارة المرأة والأسرة والطفولة الذي يقضي بوقف نشاط عشرات رياض الأطفال القرآنية المتهمة بتقديم مناهج تشجع على الغلوي والتشدد الديني أصحاب روضة الفرقان منعون من تصوير إحدى حصص التعليم التي يقدمونها رغم تأكيدهم على أن مؤسستهم تقدم مناهج معتدلة ومطابقة لمناهج التعليم الرسمية الله فهم روضات يعلمون في أن شيء جهة 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 دية ويعلمون فيهم للعصافية في حاجات ما أنزل الله من سلطان اللي هي مظلمة كبيرة صارت وأحنا قعدنا نتحاسب عن ناس هذوم مثال بنا حق مثال أنت لو مثال جيت مثال وعينت لي والقتل أنا مثال مطابق معناه لكرة الشروط مطابق معناه لبرنامج الوزاري أنا البرنامج متاعي لكله للمحمد رسول الله يعني تقنوني يعني مئة بالمئة ويقول الدعمون لقرار الحكومة إن هذه المؤسسات تلقن الأطفال قيم التطرف الديني والانغلاق وهو ما يشكل وفق البعض اعتداء على العقول الناشئة في بعض رياض الأطفال يتعمدوا أنهم يعلموهم حويج أكبر من عمارهم حويج معلها متجاوزتهم ببرشة وحويج ما يفهموهج وكيف زد فمع أشياء أخرى التي تنجم تتعدلهم وتنجم تعطيهم النظرة قاتمة للحياة والنظرة سودوية للحياة وتخليهم معناها في بلاست ليشوفوا أن الحياة متعددة للأوجه وأنه فيها عدة اختلافات ويقبلوا بالاختلاف مع الآخر ويكونوا مع تدليل لا يكونوا مطرفين أو يكونوا في اتجاه أحادي الجانب وزارة المرأة والأسرة والطفولة تقول إن القانون تونسي يمنع رياض الأطفال ذات الصبغة دينية ويفرض منهج تعليم مدروسة تقدم للأطفال في سن ما قبل المدرسة البرامج الرسمية هي تتعرض زادة للجانب الديني أما تعرض للجانب الديني يعني بطريقة أن نعطي المعلومة للطفل في سنه هذيك يعني بطريقة مبسطة يعني نفسر له الجانب الأخلاقي نفسر له الجانب التعاملات الجانب الأداب ما ندخلوش في حاجات دينية يمكن تؤدي به للدمغجة إثارة قضية رياض الأطفال القرآنية تزامنت مع حملة شاملة تشنها الحكومة التونسية ضد كل منابع تطرف ديني في إطار حربها على الإرهاب غلق العشرات من رياض الأطفال القرآنية التي تقدم مناهج تعليمية تحرض على العنف والتشدد خطوة تراها الحكومة من أبرز خطوات الحرب على الإرهاب رغم الأصوات المعارضة لهذا التمشي من العاصمة التونسية طفيق العيشي الحرة